موضوعنا الرئيس لهذه الحلقة يتناول الأوضاع الاقتصادية في مصر الواقع والطموح خاصة بعد إقرار الدستور الجديد في مصر والذي يرى فيه الرئيس المصري محمد مرسي خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي في بلد يعاني من أزمة سياسية واقتصادية هذا التقرير يلقي الضوء على الموضوع قال الرئيس المصري محمد مرسي في خطاب له بعد إقرار الدستور قال إن الأيام المقبلة ستشهد انطلاق مشاريع جديدة في مجال الخدمات والإنتاج وحزمة من التسهيلات للمستثمرين لدعم السوق والاقتصاد ويمر الاقتصاد المصري بأزمة متفاقمة منذ اندلاع أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال خمس شهور ليصل إلى نحو 82 مليار جنيه وترددت شائعات النفاها ممتاز السعيد وزير المالية حيث أكد التزام الخزان العامة الكامل بأجور ومرتبات وكافة المستحقات المالية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة مشيرا إلى أن وزارته تقوم بتحويل تلك المستحقات في المواعيد القانونية المحددة شهريا نافيا الأنباء حول احتمالات تعثر الخزان العامة وعدم وجود السيول لدى الحكومة وأكد ممتاز السعيد وزير المالية أن مشاورات الحكومة مع صندوق النقد الدولي مستمرة ومتواصلة للحصول على القروض لغرض سد الفجوة التمويلية المطلوبة جاء ذلك بعد خفض وكالة ستاندرد أنبورز التصنيف الاعتمالي لثلاثة بنوك مصرية إلى درجة بي سالب بالتماشي مع خفضها التصنيف السيادي للبلاد وكانت الوكالة سبق وأنخفضت التصنيف السيادي لمصر وحذرت من إمكانية خفضه مجددا إذا تفاقمت التوترات السياسية موسيقى